بالمقابل، في أهذيات العصبون المحرك العلوي، يغيب الدماغ وظيفياً، وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها، تنشط العصبونات الوسيطة للفراغ الوظيفي، هي تفاعل الطرق العصبية القديمة والمهجورة منذ زمن الطفولة الباكرة، أو تعمل على تشكيل طرق عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل، هي تشبك وتربط العصبونات الحسية مع العصبونات الحركية ساكنة القرن الأمامي للنخاع الشوكي، وفي ذات القطعة منه. بالنتجة، تتشكل دارة عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل، هي دارة وظيفية شاذة، هي دارة المنعكس الشوكي الاجتدادي. ترجمة نانسي قنقر